اشتركوا في القناة والكل يسأل ويطرح استفسارات عن ما هي المصاريف التي يجب أن يأخذها بعين الاعتبار وكيف هي الحياة في أمريكا وما هي أنواع المهن التي يمكن الإنسان أن يبدأ بها هنا في الولايات المتحدة الأمريكية فبداية أود أن أشكر جميع المشتركين والمتتبعين على حسن المتابعة فشكرا جزيلا لكم ولمن لم يلتحق في القناة والاشتراك بها فالمرجو يعني الاشتراك في القناة ودعمنا لك نستمر إن شاء الله فكما يعرف الجميع أن الولايات المتحدة الأمريكية هي اسم على مسمى يعني هي عبارة عن ولايات كل ولاية ويعني المينموم ويج ديالها يعني المينموم ويج هي هو اللي يعني مش حركة يتخلص يعني مش حركة يتخلص الإنسان في الخدمة دياله كل ولاية والمينموم ويج ديالها يعني ولايات واشنطن دي سي ماشي هي كاليفورنيا ماشي هي تيكساس ماشي هي فلوريدا ماشي هي نورد كارولينا ماشي هي يعني مسائل بزاف هادشي صراحي يعني موضوع كبير وطويل بزاف ويعني إلا بغينا فيه النقاش يعني أراها ماشي غير حلقة واحدة رخص جوجو لثلاثة الحلقات باش باش الله نطرق كل ولاية مثلا وتضرع ليها يعني بالتدقيق وبالتفاصيل يعني باش نهضرع لكل ولاية بواحدة رخصنا شوية الوقت بزاف وخصنا يعني المعلومات كافية بزاف باش أنه كل واحد غذي يستفد إن شاء الله رحمه 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 ف كما يعرف الجامع إن شاء الله نهار غير قدوزوا المقابلة رغم تما كي بدأ الخلاص يعني كتخلص الفيزة ديالك اللي هي شي تلتلف ومائتين درهم يعني تلتمية وثلاثين دولار تلتمية وثلاثين دولار ولا تلتمية وعشرين دوران صراحة ما ما عقلت بالضبط يعني من هنا كما قلت كي بدأ المصاريف أنتك تخلص مصاريف ديال فيزا يعني كل شخص يخلص مصاريف فيها فيها من بعد إن شاء الله غير ستنجح في القرآن. يعني تخذ التأشيرت لكم. كتجي مصاريف ديال المصاريف تقطعة اشيرات ديال الطيارة تذكيرت رضيال الطيارة يعني آآ ما صاريف أحد أخرى التذكيرات ديال الطيارة من بعد التذكيرات ديال الطيارة. كتجي عندك. غت جي هنا يا الأولاية المتحدة الأمريكية. فهنا الكل يسأل والكل يعني يطرح يعني عدة تساؤلات على وهو يعني شنو هي الولاية اللي مزيانة مش الإنسان يستقر فيها وشنو هي الولاية اللي مزيانة يعني فيها الخدمة والكراف فيها رخيص ويعني المعيشة كما تقوله احنا المعيشة فيها زوينا فهنا صراحة سؤال يجب الجواب عليه قبل يعني قبل المجيء إلى الولايات المتحدة الأمريكية اللي عنده شيعة إلى خوته وعمامه وخواله ولا الأصدقاء دياله ره ضروري غيستشر معهم ضروري غيهضر معه وغالبا ذاك المستضيف مثلا اللي كتعمروا العنوان دياله ره غالبا غالبا غتجيو عنده ولا تيلا ما جيتش عنده غتجيو لذاك الولاية اللي فين عطاكم هو العنوان ذاك العنوان غيجيكم فيهم الوتائق الوتائق اللي هي الغرين كارت والسوشل سيكيريتي وهنا وبعد كالتاني غيب دول مصارف يعني هناي يا هوا المصارف غازت زيت تخلص تخلص هني غتقلص الفنيين كارت يعني كانوا تلاتة الاشخاص مدروبة في ثلاثة كانوا يجوش مدروبة في جوش كان وربعة مدروبة فيربعة فهنا لو لاحطوا بدو معي من اللول يعني قلنا غتقلص الفيزا غتقلص تذكير الفي co سوف تخلص الجرين كارت يعني ما حد انت جاي وانت تخلص غير باش نوضح واحد الصورات للناس بزاف راه ديجا قلتها في فيديوهات سابقة انها حب هذا لو انكم غير جيو هنا يجيبوا معكم شهد الفلوس يعني بزايد لو ماج بتي معك فلوس بزايد وخاصة وخاصة الناس دوي الاسرة اللي جايين اسرة اما اللي جاي يعني دراسه انسان عازب او وخيجيو التاجوج المهم عندهم شو اليدات ماشي مشكلة يعني غي يكابتو في اللول لان البداية هي اللي صعيبة. من بعد ان شاء الله كل شي كي سهلوا كل شي عنده الحل ان شاء الله رحمه 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 انا اخص بالذكر يعني الاصر اللي عندهم تتكون من ثلاث افراد فما فوق يعني الاصر التي تتكون من ثلاث افراد فما فوق يعني المرجو يعني تاخدوا الامور بجدية وتفكرهم زيان وتاخدوا قرارات اللي تنفعكم وماشي غدر لكم مستقبالا فا اه كما قلت يعني يجب أن تكونوا سؤالين أو كل شيء متوفر على الانترنت يجب أن تقرأوا على المينيموم ويج حيث يخلصوا في الإخدام لكي يفهموا ما هو المينيموم ويج يجب أن تكونوا بطريقة بسيطة يجب أن تخدموا أي خدمة لا يمكن أن تخلصوا أي خدمة سواء خدمتي مع الدولة أو مع البريفي لا يمكن أن تخلصوا على المينيموم ويج المينيموم ويج ستبدأ بـ 10 دولار ستبدأ بـ 12 دولار لا يمكن أن تخلصوا قل من 12 دولار في هذه المينيموم ويج مثلا في الولايات الواشنطن دي سي المينيموم ويج فيها هي 12 دولار لا يمكن أن تخدموا أي خدمة ويجب أن تكونوا 10 أو 11 أو إذا خدمتها في هذه المينيموم ويج يعني المينيموم ويج هو 12 دولار هنا يجب أن تخلصوا بـ 13 أو 14 15 أو 16 أو 17 أو 18 أو 18 فهنا يعني الواحد قبل ما يجي عرف فين غادي يمشي يعني ماشي بالضرورة غير احنا فعلا راه كل واحد يعني الحالة دياله وراء كل واحد وفين عنده العائلة دياله ولعنده الأصدقاء دياله ولكن هذا لا يعني أنه مثلا ذاك المستضيف صافي غادي عنده أرى سبقان تاديمة في ذاك الولاية لا ممكن تترحل لغاية جيهنا تصوب الوطاق يقضي لك تنتاقل تمشي لولاية واحدة أخرى تمشي مثلا جزك هادة غالية تنتاقل لولاية واحدة أخرى يعني حر بحالك يمارك في بلادك يعني كنت في واحد المدينة يمكنك ترحل للمدينة واحدة أخرى وتستاقل براسك وتكرير رأسك كما نقول تعول على رأسك كما نقول تعالى هنا كما نكون متفقين لا يجب أن تأتي الولاية والشخص الذي يستطفك وسأتقذ فيها لا ستأتي مثلا عندما يخرج لك الوطاق ويمكنك تنتاقل لولاية واحدة أخرى هذا المسألة نكون واضحين فيها بالنسبة للمصاريف أخرى سوف تخلص لغرين كارت سوف يبدأ لكسع مصاريف سوف تدوز البيرمي الناس الذين قلتهم يدوز البيرمي في بلادهم سوف تدوز البيرمي سوف ندخل المصاريف المصاريف البيرمي أرخيصة لديه البيرمي هنا سوف تتعود التست في الكمبيوتر و تدر البركتس يعني تمشي تتوق الكود المصاريف هو التست وتتوق تتوق 30$ 30$ 35$ إذا سوف تسقط سوف تصل لك 100$ أو 120$ بالنسبة للمصاريف سوف تتعود 0$ وهنا سوف تكون لديك البيرمي و تكون لديك البيرمي و تكون لديك البيرمي و طنوبل تنموبل مش bass المصارف يجب أن تأخذها كريديا لتأخذها كريديا لتأخذها كريديا وbuق التأخذه كريديا إذا부عت استخده لتأخذها كريديا ونت أول مرة تستطيع حيث تشك بالإسبب veattle لن تخطر الموضوع المصارف في أمريكا هنا يقول لكم ضرورة طنوبيل يعني مصارف اخرى ودرورة تشارك طنوبيل ولكن انت ومارتك وولادك لان كانوا يدراري كبارين ستكونوا يجب طنوبيلات يعني لا يمكن انتا غير محاجزة وانتا امم تصل على المدراسة او عمرتك وانتا اخدامتك ستكونوا يجب طنوبيل يعني هذا مصارف تزادوا هنا سوف نزيد نعود ثانين لنطلق النقطة اخرى اللي هو الكرام كل شي كي يهضر على الساكن الساكن فبالنسبة للناس اللي ماري وعندهم اسرة وعندهم عائلة هنا في الولايات المتحدة الامريكية وقدروا يصبروا معاكم مثلا جيوا تسكنوا معاهم واحد خمس شهور غي علما تبدو انتم الخدمة لان باش تخرج لك الجرين كارت كيتطلب شوية دلوقت لان غالبا الجرين كارت كي تصلوا على خمستاشر يوم كي تصلوا على عشرين يوم كي تصلوا على شهر كي تصلوا على شهرين يعني كل واحد الحالة ديالو السوشل سيكيريتي ممكن تعطلش كي يخرج على ثلاثة ايام اربع ايام قام على ماكسموم اسبوع وهذا لي يعني انها مثلا تقدر تبقى السنتاء يخرجوك هذه الوثائق عاد تبدأ الخدمة ليس بالضرورة لانك تمشي عندك الباسبور راح فيه فيزا صالحة لمدة سنة تمشي مثلا كتب دافشي خدامي كي تضيباني كما نقول عندما يخرجوك هذه الوثائق بغيت يتبقى في ذلك الخدمة كي تضيبهم هذه الوثائق لانك هم عارفين هنا هنا يعني الناس واعيين وعارفين كي يقول لك اودي غير يجيك السوشل سيكيريتي والغرين كارت يجيبهم منه لكي تكون يعني اوفيسي يعني عندك الوراق ديال الخدمة يعني عندك البرمي دوت خافاي كي ينين هم هالغرين كارت والغرين كارت من بعد من بعد من بعد من بعد غير كي تجيك هذا السوشل دكشي يعني الابواب ديال العمل تفتحوك هنا سوق الشغل في امريكا هنا غدا تنأكد على واحد الحاجة هنا مثلا خدمتي بديتي خدمتي في مثلا الميليموم ويج خدمتي ب 12 دولار رغم شي بالضرورة غدا تبقى حياتك كاملة كتتخدم ب 12 دولار هنا كل سمانة يعني الماكسيمو باش تخدمك تخدم 40 ساعة في السمانة باش تفهمو الخدمة وكيفاش كاتمشي هنا طرق ديال الخدمة 40 ساعة في السمانة يعني كين شركة اللي كي خلصوا بشيك يعني بكل اسبوع وكين اللي كي خلصوا يعني كل اسبوعين كل اسبوعين كي يجيك شيك يعني خدمتي اسبوع 40 ساعة في 40 ساعة هي جوج اسابيع هي 8 ساعة 8 ساعة كي يجيك في هالشيك هذه الخدمتي يعني باش تكونوا عارفين حاجة اخرى هناك كين بار تايم وكين فول تايم يعني وقت يعني كما نقولو اه جزئي ولا نصف كامل ولا اه وفول تايم هو يعني كتخدم الوقت ديال الكامل اللي هو يعني 40 ساعة فهمتين البار تايم كتخدم 20 ساعة 25 ساعة 30 ساعة المهم ما يكتكملش ذاك 40 ساعة في السمانة كيتم بار تايم فهنا الى خدمتي فول تايم اغلبية اصلا كل شي كي يخدم فول تايم بار تايم كي يخليها غير خدمة تانية كل كي يخدمجوش خدمة مهناية كي يخدم فول تايم و بار تايم اه تاني حاجة اه هادة 40 ساعة ممكن تتخدم اه يعني سواء اضافية كيتسمى اوفر تايم فوق هادة 40 ساعة يعني اللي بغيت يتخدم فوق هادة 40 ساعة يمكنك تخدمها مع الشركة اللي تخدمها وهناك تولي تخلص اه داك الريجيلر يعني اله باي ديالك اللي هو 12 دولار و 50 في المية ديالها يعني زائد 6 دولار يعني 12 دولار زائد 6 دولار كي تولي تخلص ب 18 دولار في اوفر تايم غير ماش تفهمو هذه القادية هادي اذا هنا كما قلت لا يعني انك جي تي غتبدا بها 12 دولار غتبقى فيها على طول ولا طول حياتك تخدم بها 12 دولار لا فهناك نأكد على واحد الحاجة كنتي عندك اللغام زيان وكتعليها ميرارة كنتي عندك اللغام زيان يعني كتضبط الانجليزية وحاجة تانية تكون هنايا من ضابط في الوقت ديالك وكتخدم كما نقول كتبين على دراعك وكتبين على حنتيديك وقسين بالله العالي العظيم تطلع دغياء هنا دغياء أي خدمة كما جاءت على بالك تخدم فيها هنا أبطار على الميهان الحرة يعني تكون يعني كان نهضر بالنسبة للناس اللي غي يخدموا مع شركات يعني غتقول لي يعني يعني غي يكون عندك تبقى تخلص غتخلص ضرائب ديالك عندك مدخول ديالك يعني يخدم مع شركة ماشي يخدم دراسك هذوك الميهان الحرة دبنا نهضر عليهم من بعد يعني ما كتخلص ولكن هذو مهم موضع هذك بوحدود دبنا نعود نهضره فيه في حلقة قديمة نحاولون نطروا هذ الموضوع هذا فكما قلت الناس اللي عندهم اللغة وغيبين يعني بيين على حنتي ديكو خدم زيان وكون معقول وجي في الوقت ديالك هنا النصرة كي يشوفو وقسم بالله لعلي عظيم من حكم الجربة ديالي وبحكم الجربة ديالاشخاص اللي كان عرفهم الناس راه فعلا كل شي بدأ ب 12 دولار كاللي بدأ ب 15 دولار مع امازون كاللي بدأ مع بي بسي كاللي بدأ مع كوكاك كاللي خدم في المطار كل واحد وشنو كانت عندك اللغة راه ماشي بالضرورة غانشي غان بدأ ب 12 دولار راه يلا شافوك عندك اللغة وعندك اللي ديبلوم وعندك الجربة ويعلم بي ذلك غانجه التي أمر ستصل لماشي بالضرورة غانجي من المغرب غانجي ببكاد then خدمتي على المعقول وكمبينتي على حنتيديك أكيد لنشتركنك سأطور نفسك ومن ثم سأزيدوا الزكام أما بالنسبة للناس الذين لديهم فعلاً لغة تجارب لأن أغليب يجعلون كل ما يعمل في بلاده الذين لديهم 5 سنون اج galiba كان يحتفظ 20 سنون وستجارية وستشارات زوجarthك لأجلما ألوك وأرده وأيضاً تفهم ويأني عرفه الخدمة موجودة الف بس أدريها يتعطيه جيدا وتغير فيه بعيد الجميع المؤهلة سوف تنفيس بعيدا سوف تدخل معك سوف تعمل في أكثر في أدريها أذن هذا سيئ ويجهد وعادز الاقدام هنا وعادز سيبرفايزر ويجرد مانجر ويجرد مانجر ويجرد مانجر ويجرد مانجر ويجرد مانجر وميجر من يتم تفضل لماذا بديت لكم بهكا؟ لان نختمها بالكراه هنا الكراه كل ولاية وكما تقولون الكراكي هذا هو الشيء الذي ستفهمه هو أنه يأتي إلى مدينة وكما تقولون الأحياء فيما يريد أن يتسكن كانت المساعدة المغالية ورخصة كانت المساعدة فهنا على حساب الأسر وعلى حساب الشخص كان الشخص سيليباتيرا لا يوجد مشكلة سيكون يتلقى مثلاً أصحابه سيكون متافق مع أصحابه يتاوي فيما يتفهم سيقومون cuvatch ما يقسمونه ب4 أو 3 ما تتحضر هذا مثل احسابه سيكون لكي تدقى فمزياء لكن بالنسبة للأسر لأنه لا يمكن أن يستقبل لكي تبدو أن صاحبه لأنه يتبعهم لأنه يتفهم أن يريد أن واحد يريد استقل الرأسه، واحد يريد راحته، واحد يريد أن تتقل على الإنسان يعني يريد أن تفهم رأسك برأسك يعني درولي ستخرج تكرير رأسك فهنا أكتب الفيديو السابق يحاول أن الناس الذين لديهم أسار يحاول أن يأتي الشخص الذي فائز يقض أموره هنا ويشوف الحياة كذيرة هنا عاد يأتي معه الأسرة دياله لأنه إذا يجب أن يأتي معك الأسرة ديريكت هنا رأيها قضية صعبة يعني ستزير عندك الدعوة لأن أنت الله ستبدأ الدرارين، المصاريف، المدراسة، اللباس أنا أكتب لكم المصاريف، خسك طنوبيل، خسك دا، خسك يعني بزاف ديال المسائل اللي الإنسان يعني يأخذها بعيد الاعتبار فهنا صراحة يعني حاولوا أنا أكتب الأسر حاولوا يعني ما تأخذوا الشيء قرار اللي هو صعيب 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 ويقدر منعتي يقدر ينفعكم، يقدر يضرركم فهنا يعني البداية هي اللي صعيبة ولكن يعني من بعد كل شيء تكون الأمور بخير وعلى خير أما بالنسبة لأشخاص يعني اللي هما وخا متزوجين ولكن غير مجوج بهم ولا تا يعني معهم شيء دري صغير ماشي مشكلة يقدروا يعني يتسيروا مع ويتأقلموا مع الأجواء هنا باللوية المتحدة الأمريكية أما بالنسبة لأشخاص يعني الآخرين اللي هما ليسوا بمتزوجين فالأمور يعني عندهم سهلة كما نقولوا ما يخافوا تمنى شي حاجة كل شي الأمور ستكون بخير وعلى خير وليس سهل الأمور للجميع فهنا اللي جيتكم بخير أحبت تدير هذا الفيديو يعني بعجلة يعني ما زال لدي طي بزاف ما زال يعني معلومات أخرى نطرقوا لها إن شاء الله في فيديو آخر فكما قلت هنا يعني الكراء بصفة عامة في كل الولاية يعني كين أماكن رخيسة كين أماكن غالية يعني كين يبتدي يعني الكراء كين من 600 دولار ونت طالع 600 700 800 1000 1200 2500 1500 1600 2000 يعني نتوجه ذي كما كنقولوا فهنا غيت كنت إن شاء الله خدام رغيبان كما كنقولوا غيبان كيف سير الأمور ديالك كي بل كيف سير الأمور ديالك فهنا يعني فيديو قادم إن شاء الله غنزيد نطرق بزاف ديال المسائل لأن كما قلت لكم معلومات بزاف وإجراءات بزاف ويعني لو قلنا كنهضروا على كل حاجة يعني بالضيطي رغم يعني خسنا وقت كبير فإلى هنا يعني أستودعكم الله وأسأل التوفيق للجميع ولا تجسونا بالدعاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته